ومن العاصمة الرباط تنظم إلينا فاطمة زهراء بلين منسقة لجنة الإعلام بحركة الممرضين وتقنية الصحة بالمغرب مرحبا بكي معنا في نشرة التاسعة بداية ما هي مطالب الممرضين وما هو حجم المشاركة في هذه الحملة هل نستطيع أن نقول أن تشمل كل قطاع التمريض في العاصمة بطبيعة الحال قطاع التمريض في المغرب بأكمله أزيد من 30 وقفة جهوية وأقليمية لنظمتها حركة الممرضين وتقنية الصحة انخيرات فعال وكبير الممرضين على صعيد المملكة كذلك الوقفة المركزية التي نظمتها الحركة بالرباط أمام وزارة الصحة عرفت تواجد مهم للممرضين وتقنية الصحة الجهة والحركة تنظر بتصعيد الوقفة المقبلة إن شاء الله هذه تكون 24 شتنبير ومسلسل نيضة لحامي إن شاء الله إذا استمرت الوزارة في تعنت ديالها هل إلى حد الآن هل هناك أي تجاوب من السلطات مع مطالب المحتجين أو بوادر مثلا لفتح حوار معهم نعرف من حالات مماثلة سابقة أن الحكومة لم تتجاوب مع مطالب من هذا النوع أو حتى من فئة مهنية أخرى تماما لا حياتي لمن تنادي بكل بساطة نحن كممرضين في إطار حركة الممرضين وتقنية الصحة نحن في الشارع لأزيد من خمس سنوات مع بذوغ الجائحة التي ألمت بالمغرب وبالعالم كامل وقفنا جميع الأنشطة النضالية ديالنا ونادينا جميع الممرضين وتقنية الصحة لإنخراط الفعال في محاربة هذه الجائحة هذا كان منطلاقا من الروح الوطنية ديالنا والإنسانية والمهنية ديالنا كممرضين ولكن مع الأسف كنا نتضروا واحد العرفان ولو بسيط المجهودات التي قدموهم الممرضين كونهم الصفوف الأمامية لمحاربة هذا الداء ولكن مع الأسف لا تجاوبنا من الوزارة لا ننمسوش نهائي ولو طريقة من الطرق البسيطة ديالتشجيع لنا لهذه المجهودات التي بدلناها تعني التام إقفال جميع أباب الحوار مع الممرضين وتقنية الصحة وأخيرا مع بداية الحوار الاجتماعي كنا نتمنى أنه المطلب الأول ديال الممرضين اللي هو الإنصاف تعويض على الأخطار يظهر على طاولة الحوار مع الأسف تم تقزيم دور الممرض يعني بتجنب الكلام على المطلب الأول دياله اللي هو الإنصاف تعويض على الأخطار ونحن لا يمكن أن نتوانع المطالبة بهذا المطلب ديالنا تلقى خرمق نعم طيب في حال تواصل تجاهل السلطات مع المحتجين هل نتوقع تصعيد الحركة الاحتجاجية والانتقال بها إلى مستوى الجديد مثل الدعوات إلى الأضراب طبيعة الحال تصعيد كاين ولكن كما تعرفين دروف الجائحة نحن انطلاقا كما أسبق وقلت من الروح الوطنية ديالنا بالخوف ديالنا على مستقبل الصحي ديال بلدنا على الأمن الصحي ديال بلدنا بلدنا والمواطني المغاربة نحن متعقلين جدا في الانخراط في الخطوات النيضالية ولكن تصعيد إن شاء الله سيكون عنوان المرحلة لكيفية هذا سيكون رهين بتجاوب أو عدم تجاوب ديال الوزارة الجهاز الصحي تعرض لمحنة كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب أزمة كورونا وقدم العديد من التضحيات كيف يتابع الشارع المغربي هذه الاحتجاجات هل هناك تضامن مع مطالب القطاع الصحي فعلا جد ممتن الشعب المغربي بأكمله المواطن المغاربة المسنوح تغير المواطن الأطر الصحية بشكل عام والأطر التمريدية بشكل خاص لأنه تماما لمسنا احتكينا بالمواطن المغربي بشكل أكبر ولمسنا تضامن دياله لأنه حسوا بالحجم التضحية التي قدمناها كممردين وتقنية صحة رفوا في وقت المغاربة ما كانوا يقدروا يفوتوا أبواب المنازل ديالهم وفي نفس هذا الوقت كان الممرد المغربي منخارط يعني يهب صحة دياله صحة ديال ذوية وهذا أصعب ما كان في الموضوع أنك صحة ديال ذويك والسلامة ديالهم صحية كنت تحطها على المحك فداء لهذا الوطن فداء الصحة ديال المواطن المغربي لمسنا كما سبقته قلت تضامن ديال المواطن المغربي ولكن مع الأسف ما كافيش القرار في المسؤولين لما أخدوش بعيلا اعتبار تضحية التي قدمناها والدور الأساسي التي قدموا الممرد في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة هناك من ينتقدكم لأنكم نظمتم هكذا وقفة احتجاجية في هذا التوقيت المحرج الحرج بالنسبة للمغرب والتي تعاني الآن من الإصابات وهي في ذروة الإصابات أستدعى أن ندر إشارة بسيطة للمواطن المغربي والمواطنين العالميين نحن كممردين ستعدد ديالنا 30 ألف ممرد يعني الحجم الحضور ديال الممردين الآن إن دل على شيء فيدل على أن هذا القسط اللي حاضر هو القسط لفترة الراحة دياله أو لفترة يعني يعني ليس فترة الحراسة دياله رأى أكثر من ثلوتين ديال الممردين نرى هم يزاولوا المهام ديالهم بكل تفاني وبكل أمانة وبكل عطاء ديالك شعليش هذا الدور في العمل ديالهم ما خلتهم شين خارطوا معنا في المسلسل النضالي رح نملك نخرجوا للشارع رح يخرج غير ربع يعني الربع الممردين أو أقل من ذلك بكثير لأن البقية تكون تتزاول المهام ديالها طبيعة المهام ديالنا مش بحل بقي الفئات بحل الأساتيدة مع كم الاحترام يليهم أو بقي الفئات التي تحتج طبيعة العمل ديالنا تحتم علينا أننا نحتجه دون أننا نعرضه سلامة المواطن للخطر ونتمنى أن هذا المواطن هذا تخذ بعيد الاعتبار لوزارة الصحة والمسؤولين على رأس هذه البلاد وكان نحيي عاليا صاحب الجلالة اللي يقدم تعليمات سامية دياله أنه تم تتمين مجهودات الأطور الصحية ومع الأسف كان نشوفه بأن المسؤولين على رأس وزارة الصحة ما نلتقتوش هذه الإشارة صاحب الجلالة اللي كان فخور بالمجهودات اللي اعطيناها وإحنا كذلك فخوري بذلك ارتسامات دياله شكرا لك شكرا لك فاطمة أزهراء بلين منسقة لجنة الأعلام بحركة الممرضين وتقنية الصحة بالمغرب كنت معنا مباشرة من العاصمة الرباط شكرا لكم شكرا لكم ونبقى في المغرب حيث تعاني سنضيق التقاعد في المغرب من أزمة تهددها بالإفلاس رغم شروع الحكومة في سلسلة إجراءات لإصلاح نظام التقاعد قبل أربع سنوات ترجمة نانسي قنقر